اشتركوا في القناة التويتر الكل شافها طبعا ولكل الدائم منها بتكلم فيها عن تاريخ مصر ونتكلم فيها بكارن بين حضرتنا بوي حضرت سبع تلف سنة وذكر فيها حاجات كتير ذكر فيها احتلال الهكسوس لمصر ذكر فيها احتلال الروماني واليوناني والبيزنطي والانجليزي والفرنسي قال حاجات كتير يعني طيب أنا بس عشان هو عرف التاريخ ده أنا لازم أعرفه في الأول أنه عرف التاريخ ده من المؤرخين المصريين عرف الاحتلال أو الغزو الهكسوس لمصر من المؤرخين المصريين الغزو الهكسوس لمصر آه كان فيه غزو هكسوس لمصر زي ما هو ذكر 150 سنة ده اللي ذكر المؤرخين المصريين طيب هو كان قبل لما يذكر التاريخ كان لازم الأول يقرأ التاريخ قويت كان لازم يعرف في الأول آه إحنا فعلا الهكسوس غزو مصر بس غزو مصر ليه؟ لأن المصريين ما تخيلوش في يوم من الأيام أنه كان فيه قبائل وكان فيه جماعات قعدة في الصحرة قاعدة في خيام قاعدة من غير أكل جاءت عندنا في مصر عشان يلجأوا الوطن بتاعنا يعودوا فيك مهاجرين أو دخلوا فيك غزاء عشان هم ينعموا خيرات مصر ما ذكرش برضو أو هو ما يعرفش لأنه مشكار جايد للتاريخ كان المفروض يعرف برضو أو يذكر مراحل كفاح المصريين في طرد الهكسوس هو ذكر حاجات كتير أنا أتكلم بس عن الهكسوس لأنه أول حاجة ذكرها الهكسوس قاعدوا في مصر 150 سنة المئة وخمسين سنة دول كان فيه مراحل كفاح عظيمة للشعب المصري والجيش المصري اللي يعتبر أول جيش في التاريخ ما ذكرش هو في التاريخ أو هو ما يعرفش أو ما قريش إن فيه أول في فترة الكفاح ده كان فيه الملك ستنا نراع اللي يستشهد في المعاركة في الدفاع عن الوطن وكمل بعده للمسيرة بتاعته ابنه الأكبر كاموس برضو استشهد في المعاركة جم بعدهم أحمس وبرضو أحمس لما كامل ما خافش كان معاه أو كان بيشد أزره والدته الملكة إياه حتب الست المصرية كان لها تاريخ في التاريخ المصري كان لها أدوار عظيمة لحد النهار ده فيها لها دور عظيم محدش يقدرين كردور الست المصرية ما قلناش في يوم الأيام ولكن في فتاريخنا إن الست المصرية دي عورة ومن استخبى منها أو هي بنخبيها زي بعض الحضرات أو مش حضرات يا ثقافات أو قليل جداً مستقفة بتكلم فيه بتكلم إن احنا بنعيره على ثلاث شهور أو على عدة شهور كان فيهم احتلال للكويت لا إحنا المصريين ما فيش حد جاه ساعد المصريين في أي مرحلة من تاريخ كفاحهم هو جويش الأرض كلها والجيش المصري اللي هو يعتبر للفضل الأكبر إنه هو يعني رفع عنهم العدوان ورجعهم تاني فما يجيش بعد كده هو يتكلم في التاريخ المصري ما يجيش يعني أنا آسف إن أنا الموضوع أو البرنامج ما هو السياسي بس ده حاجة إذا استفزت الناس كلها فأنا كان في الأول لازم أتكلم فيها وبرحب الدكتور عبد الرحمن أهلاً مزاياً أهلاً مزاياً أهلاً مزاياً إزاك يا دكتور عامل إيه محامل بالسادة المشاهدين أهلاً بيكم أهلاً أعزائي المشاهدين أهلاً بيك يا دكتور إن شاء الله حلقاتنا يكون مفيدة لحضراتكم زي الحلقة اللي فاتت إن شاء الله الحلقة اللي فاتت من سلسلة حلقات الدكتور عبد الرحمن اتكلمنا فيها عن حاجة كتير جداً اتكلمنا فيها عن كورونا يا دكتور واتكلمنا عن طرق الوقاية والعلاج وما شبه طيب النهاردة عايزين أول حاجة نتكلم فيها التوتر الزايد في المجتمع ده شيء طبيعي ولا مش طبيعي دكتور بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً إحنا في ظروف استثنائية وفي أزمة صحية عالمية فكون إن رجل الشارع في توتر أو ألأ فده شيء طبيعي الأطقم الطبية نفسها اللي بتقدم الخدمة في توتر وألأ هو التوتر والألأ ده شيء طبيعي بس إنه هو يزيد عن حده هو ده اللي مش طبيعي أنا أخشى ما أخشاه أن موضوع انتشار فيروس كورونا يصحبه انتشار الـ F-Virus الـ F-Virus اللي هو الفير virus فيروس الخوف إحنا مش عايزينه ينتشر بأزيد الدرجة أو على زي المستوى أي واحد فينا في أزمة أو في مشكلة بيمر بمراحل معينة أول مرحلة بتبقى مرحلة الخوف نجي نربطها بالفيروس كورونا مثلا هنلاقي في أول مرحلة الناس بتخاف قوي 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 بتجري على السوبر ماركت تجمع الأكل وتجمع أدوية ممكن هي ما تستخدمها شوش عارف فيه ويبدأ ينقل الطاقة السلبية للحد وياخد أي معلومة ممكن تكون كذبة وينقلها من غير ما يدرسها أو يفهمها دائما دائم الشكوى فدي مرحلة الخوف بيبدأ ننتقل لمرحلة تانية بعدما الأمور تستقر ويبدأ لمرحلة الوعي مرحلة الوعي وكما قال القائل في الوعي تجد مساحة من السلام تعيش فيها مع نفسك ومع الناس وبتريك حقيقة الأشياء فبيبدأ يدرك حقيقة الموقف ويدور على المعلومة الموثوق فيها ويبدأ يتعامل مع الموقف بعقلانية وتبدأ يسيطر على مشاعره ويبدأ يقدر أن إحنا كلنا بنعمل أحسن ما يمكن لحل هذه الأزمة أنت حضرتك في أي مكان في العالم ما بتطلعش وزيرة الصحة تطلق تقول البيان الرسمي يوميا ما فيش وزير الصحة في العالم بيطلع يعمل كده فإحنا بنعمل أحسن ما يمكن ننتقل لمرحلة أخرى وهي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة النضجة يبدأ يساعد الآخرين أنا عندي شباب في المدينة بتاعتنا بتساعد الأنظمة الحكومية في تعقيم الأحياء والمنشآت عندي ناس تانية شباب بيوزعوا المساعدات ولكن الاحتياجات العادية للإنسان مثلا العمالة الغير منتظمة اللي مش لقى شغل اليومين دول فنوصل لمرحلة النضج وإن إحنا نبدأ نساعد الآخرين ونستكشف مواهبنا ونستخدم هذه المواهب في إن إحنا نساعد الآخرين ونساعد أنفسنا وبالإضافة إلى ذلك نبدع يعني في فرقة من الأوركستر الفرنساوي عزف سيمفونية كل واحد في بيته وكوردينيتد مع بعض وطلعت السيمفونية كويسة وزي الفل نتحلى بالهدوء والصبر والإيمان زي ما فيه أسهار سلبية الكورونا ظهرت أكيد فيه أسهار إيجابية يعني عزونا عرف السؤال ممكن بغريب يعني إيه أسهار إيجابية يعني والفيروس أو الوباء أو أي مرض بيكون له أسهار إيجابية طبعا يعني فيه حاجات إيجابية حسنا بيها بالنسبة لأزمة كورونا زي رقم واحد أعاد الاهتمام إلى الأسرة يعني يكون إحنا كلنا مشغولين ونعودش مع بعض بدأنا نعود مع بعض بسبب الأجهزة الإيجابية تجعل الناس كلها أنها تقعد مع بعضها ونشيب بعضها طبعا رقم اتنين حسن البيئة التلووس في البيئة أقل العوادم اللي في الشارع أقلت حركة السيارات ده بقى مقننة بدأ ده التلووس في البيئة نسبة الاحتباس الحراري أو غسل نفس الكربون قلت هو فعلا من نظام الصحة العالمية أصدارة بيان أو أصدارة إحصائية أنه في خلال بس كان مثلا تقريبا عشر تيام أن الاحتباس الحراري قلت نسبة كبيرة جدا لأن المصالة الكتير وقفت طبعا والتلووس وحركة الناس والمواصلات طبعا كلها دي كلها بتأثر على الاحتباس الحراري تحيي بتقول ذكرت أن الاحتباس الحراري درجة الاحتباس الحراري أو النسبته قلت يعني تمام تمام كمان كشفت هشاشة الأنظمة العالمية الأنظمة العالمية كان عندها أولويات تانية خالص غير مثلا الصحة يعني أنا بقول مثلا وإني هم لو صنعوا بجهزة تنفس صناعي بعدد الدبابات والسواريخ والطيران اللي هو بيعملوه بيستخدموه في الحروب بين الشعوب ما كانوا إش حاسين إلا بالأزمة دي فكشفت هشاشة الأنظمة العالمية كشفت ضعف الإنسان الإنسان اللي أصابه الغرور وأنا طلعت الأمر وعملت وأصبح عاجز أمام فيروس حقير طبعا عادت الإنسان والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى والتوبة وعسى أن تكون صادقة أهمية العزل الاجتماعي دكتور دلوقتي عرفنا من حضرتك الحلقة اللي فاتت أن العزل الاجتماعي ده من أهم أو أهم الأشياء في مواجهة كورونا طيب هو مهم في إيه؟ ناس محبوسة في البيت وحاسين باكتئاب أو متضايقين طب ده مهم ولا هو كابت كده وبس احنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن سبل الوقاية وطرق الوقاية مش هنعيدها تاني بس هو التباعد الاجتماعي هو أهم شيء في سبل الوقاية أولا لغموض هذا الفيروس وطرق انتشاره علينا بمناسبة لحنا بنتكلم في حاجات احنا بنتكلم في حاجات معلومات وصلتنا النهاردة بكرة ممكن المعلومات تبقى جديدة ويظهر حاجات جديدة فإحنا بنتكلم في حاجة في فيروس جديد مستجد وهو طرق انتشار مقتكات تكون غامضة احنا بنقول اللي احنا نعرفه لغاية النهاردة بس أهم حاجة العزل الاجتماعي لما اتعمل الدراسة لو في واحد مصاب ومعه طبقناش عليه التباعد الاجتماعي بعد خمس ايام بيصيب تلاتة من الأشخاص السلام وبعد شهر بيصيب ربعمية وستة لو طبقنا التباعد الاجتماعي بنسبة خمسين في المية الشخص المصاب ده بعد خمس ايام حيصيب اتنين وبعد التلاتين يوم مش هيصيب ربعمية وستة بقى ده هيصيب خمستاشر واحد بس لو طبقنا التباعد الاجتماعي بنسبة خمسة وسبعين في المية فهذا الشخص المصاب بعد خمس ايام حيصيب شخصين تقريبا وبعد تلاتين يوم حيصيب تلاتة فقط فاحنا طبقنا التباعد الاجتماعي بنسبة خمسة وسبعين في المية قلت الاصابة لو فيه من في خلال شهر من ربعمية وستة الى تلاتة فقط فهذا يدل على أهمية التباعد الاجتماعي فعلا العزل الاجتماعي مهم جدا ولازم كلنا نلتزم بيوتنا ونلتزم القاعد والقوانين اللي الدولة حتطهلنا علشان نكون إحنا في أمان وأولادنا في أمان وأسرتنا في أمان ومجتمعنا كامل في أمان إحنا الحالة اللي فاتت دكتور تكلمنا في الجراحات وبعد كده تكلمنا أو الحالة اللي فاتت تكلمنا فيه جراحات أورام السادي النهاردة الحالة بتاعتنا بتكلم عن جراحة المناظير فحضرتك ممكن تشرحينا أو توضح لنا الفرق بين جراحة المناظير والجراحات العادية أو إمتى استخدم مثلا أو إيه الميز جراحة المناظير عن الجراحات العادية هو يعني هو جراحة المناظير ظهرت في أواخر التمانينات كده أنا بحب أن أنا يعني أشوف كل حاجة من إسمها هي بإسمها اللاباروسكوبي جاية من شقين في اللغة اللاتينية لابرا إنه هو الحوض وإحنا بنستخدمه بطريقة شمالية فبنقول عليه البطن يعني بنوسع الموضوع شمالية بنقول عن الحوض بنقول البطن سكوبيون اللي هي الفحص فهو جت من إن هي معناها الفحص بالمنظار أو الإجراء الطبي الجراحي بالمنظار المنظار الجراحي بالنسبة للبطن يختلف عن المناظير العادية اللي هي بتخش من الفتحات الطبيعية سواء منظار المعدة أو الاثنى عشر أو الكلام ده عشان كده اسمه جراحات المناظير أو يعني فيها جزء من الجراحة يعني ما بتخلش من مثلا من حنجرة أو من البلعوم مثلا أو لا يعني هو جراحة مناظير أو جراحات مناظير فيه تطوير للجراحات مناظير البطن عن طريق الفتحات الطبيعية بس إحنا بنتكلم فيه العام دلوقتي العام دلوقتي إن جراحة المناظير هي أحد أفرع التدخلات الجراحية محدودة لاختراق بتنخش عن طريق فتحات في جدار البطن بآلات معينة بننفخ البطن بحيث أني بندخل آلات معينة بحيث أني تم عن طريقها إجراء الجراحة فبدل ما يبيه مثلا فتحة 20 سنتي 15 سنتي الكلام ده فبنخش من فتحات صغيرة دخل منها الكاميرا جراحات محدودة يعني حاجة صغيرة جزء صغير جراحات محدودة لو الوقت يسمح هو الآلة بتبقى عبارة عن آلة طويلة بهذا الشكل اللي بنواقع الافتراضي الآلة بتشتغل على طرف معين والتحكم بيبقى على طرف التاني برا البطن بتاع المريض الآلة دي بتخش البطن عن طريق أنبيب صغيرة وإخرام صغيرة في البطن أول إجراء بيتم أن ندخل إبرة معينة بحيث أن ننفخ البطن بغاية الثانية وكسير الكربون عشان نخلق مساحة نقدر نشتغل بيها وبعد كده بنخش الكاميرا بتاعت المنظر من هذه الفتحة عن طريق أنبوب صغير وبنبدأ نستكشف البطن وبدخل آلات تانية ممكن من 2 إلى 3 آلة أو ممكن يزيد حسب العملية الأنبوب الصغير اللي بندخل من خلاله آلات بيتراوح طوله من ممكن من 0,5 سنتي لسنتي 12 ملي يعني قطر الأنبوب يعني أبتكلم عن طول الفتحة آه القطر الفتحة آآ يعني طول الفتحة بفتح فتحة صنطين إما طول جوالبطن ممكن يبقى أطول حسب ما يبقاش صنط طبعا يعني هو الفتحة جوالبطن أو الأنبوب أو الكاميرا أو الحاجة اللي جوالبطن طبعا تبقى أطول من الصنط يعني نعم ده خطر الآيالة المنظير هي طولها حوالي 36 سنتي في مطاقص آآ حاتنا بكلم في الخطر اللي هو الفتحة ونصها برا عشان الحركة تبقى منقولة بالتساوي ومنقولة تبقى الموزونة عشان ما تبقاش ضغط على الجرح مثلا طيب اهم حاجة بقى المميزات بتاعت جراحة المناصر يا ديو طبعا بغض النظر عن الفتحة الكبيرة او الفتحة صغيرة ودي تهم المرأة جدا جدا الفتحة الصغيرة المميزات بالنسبة للمريض ولا بالنسبة للجراح الاثنين الاثنين بقى انا كان قصدي للمريض بصراحة انا السؤال كان مقصود بيه لللمريض واكتر حاجة تخصني خصوصا المرأة لان دلوقتي لو المرأة كل ما الفتحة او الجرح يبقى صغير بالنسبة لها ممكن تعمل التجميل في مكان معين او ما شبه فيبقى بنسبة لها افضل الجراحات المناظير طبعا بتبقى يعني هي من اسمها وان هي من محدودة الاختراق فطبعا الجرح يبقى صغير فما بيسيبش علامة كبيرة فمن ناحية التجميلية احسن واحنا تقريبا بنحاول نفتح الفتحات دي في خطوط الجلد الجلد لي خطوط معينة فبنفتحها في خطوط الجلد فطبعا ما بتبنش قوي بعد العملية ايه حاجات فتحات صغيرة غير مثلا بفتح استكشاف مثلا 50 سنتي 20 سنتي 30 سنتي 25 سنتي واتفر انما لما بفتح جراحات المناظير بتبقى فتحات صغيرة فهمتبنش قوي يعني هممكن كنت فيه فتحة في الجلد في مكان معين تسيب اثر ومكان تاني ما يسيبش اثر او الجلد طبعا الجلد لي خطوط تشريحية معينة لو الفتحة في هذه الخطوط بيبقى العلامة بتاعته بعد كده اقل انما لو الفتحة مش في هذه الخطوط او متعامدة عليها او بتقطعها فده بيسيب علامة اكبر نقطة تانية ان المريض بيتعافى بسرعة بعد العملية حركة الامعاب بتبدأ بسرعة الالم بيبقى اقل فترة اقامته في المستشفى بتبقى اقل رجوع البيت بسرعة ممكن يرجع البيت في نفس اليوم او تاني يوم بالكتير ممكن بعد كده بيرجع لشغله بسرعة ودي لها برضو ميزة اقتصادية انه بيرجع لشغله المضاعفات بعد العملية بتبقى اقل بالنسبة للتهاب الجرح بالنسبة لنسبة حدوث فتأ بالنسبة لان للتسقاط اللي ممكن تحصل في جراحة الفتح العادية فدي كلها ميزات لجراحة المنظر معانا يا دكتور فيديو كده حضرك تشحولنا ونازم غير صوت حضرك طبعا تشرحينها بس كده الفيديو الفيديو اللي بيتعرض على الشاشة دلوقتي هو ده فيديو لجراحة استقصال الحويصالة المرارية المرارة احنا وعدناش بنتكلم يعني عن المرارة ان احنا عملها بالفتحة ولا بالمنزار خلاص استقصال المرارة بالمنزار اصبح لغة العصر ما فيش مجل الكلام انا عشيلها بالفتحة ولا بالمنزار بقى الطبيعي بقى الطبيعي العيد دلوقتي اه 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 انا الاساس دلوقتي رقم واحد واحد رايح يشيل المرارة يبقى هشيلها بالمنزار ما فيش فتحة يعني تكلم فيها من حيث المبدأ الجراحات العادية خلاص بالنسبة للمرارة بالنسبة للمرارة او الزايدة او انا هعمل المرارة بالفتحة او المنزار المنزار لا طبعا ما فيش مجل الفتح الفتح ده بالنسبة للمرارة ما بنلجأش ليه اطلاقا الا اذا حصلت مشكلة تضطرنا ان احنا نفتع نكمل العملية حضرت اشرح لنا ايه يعني حضرت دوات ايه دي العملية ايه اه ده بتم تسليك القناة الحويصالية اللي هي بتوصل السائل المراري للمرارة الحويصال المرارية وبيسلك الشريان اللي هو بيخش المرارة الاول عشان يبدأ يدبسه ويقطع نبدأ ندبسه ونقطع بيتم التسليك دلوقتي وهيزهر دلوقتي القناة المرارية اللي وصلة للحويصال المرارية والشريان اللي وصل للمرارة وهيبدأ تدبسهم التدبس حدق النهوة يعني زي الخياطة القديمة يعني انت بتمنع بقى انه يعني بتقفل القناة نفسها نقفل القناة طبعا عشان ما حصلش تسريب بعد العملية طيب والتدبس ده امان يعني بنفس جودة الخياطة مثلا ما يبقاش مثلا فيه قلق بعد جدا بص حضرتك يعني احنا لسنا ملائكة ولا نحيا في الجنة النسبة الاماء انا مش هكلمش في نسب 100% نسبة الامان بتاعته مرتفع جدا 98% وال99% لسنا عندي 1% ممكن يحصل مشكلة فانا متكلمش يعني انا مش عايز برضو الناس يقول لك استعمل منزار وحصلوا مضاعفات وحصلوا مش عارف ايه احنا لسنا ملائكة ولا نحيا في الجنة في نسبة مضاعفات بس في المناظر العمليات يا دكتور اللي نقدر نعملها دلوقت او العمليات حضرتك تتكلم دلوقت ان العملية او المرارة او الزايدة والحاجات دي بقت طبيعي ان هي تكون بالمنزار يعني ايه العملية التانية اللي ممكن نقدر نعملها بالمنزار يعني العمليات اللي هي ممكن التدخل فيها بالمنزار افضل من الجراحة والله ايه هو ده يعني دلوقت التخصصات كلها بتستخدم المنزار في الجراحات اللي بتقوم بيها بس انا هتكلم في حدود تخصصي احنا ممكن نستخدم المنزار الجراحي في استقصال المرارة في استقصال الزايدة في إصلاح ارتجاع المعدي المريئي في استقصال القولون استقصال الطحال إصلاح الفت ممكن نستخدمه في استقصال أورام المعدة ممكن نستخدمه كمان في جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية ولكن في بعض الحالات مش معممة طب دكتور برضو في عمليات اللي هي العملة الاستكشافية إنها ممكن مثلا يكون بطن المريض حصل فيها تسربة أو فيها حاجة والأشعة مش مبينة بالظفط إيه الحاجة اللي جوه أنا مش شايف أنا بعمل الأشعة عشان أقدر أحدد الجزء اللي أنا هتعامل معاه جراحيا سواء منزار أو جراحة عادية لما يكون مثلا عاوز أعمل عملية استكشافية عاوز أستكشف أصلا إيه المشكلة اللي جوه بطن المريض الأفضل جراحة عادية ولا جراحة منزار والله حسب الحالة بس هو المنزار الجراحي في الاستكشاف احنا يعني هو مش لازم يبقى المنزار الجراحي في جراحة بس ممكن يبقى استكشافي الخيار الأول في استكشاف البطن هو المنزار في كل الحالات اللي بتسمح بذلك أنا من خيار الفتحة صغيرة سنتي زي ما قلنا بدخل بالكاميرا بلف البطن كلها طب السائل اللي موجود في بطن المريض الكاميرا بتقدر توضح أن أنا أقدر أن أنا أو ضكة الكاميرا أو مثلا هي تقدر أن أنا أعرف إيه الحاجة بالزبط اللي أنا هقدر أتعامل معها ولا ممكن ما أقدرش برضو في الجراحة المنزار ألجع لجراحات المنزار لا لو فيه سائل بيعوق الرؤية أنا بشفطه عادي ما عنديش مشكلة مش شرط بقى جراحة عادية مش كنت أفتح لا 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 لو فيه سائل بيعوق الرؤية أنا ممكن أشفطه عادي وهو أكثر سائل بعقل رؤية بدرجة كبيرة ممكن يكون الدم ولو في الدم يعني أول خطوة أنه لازم نسيطر على نزيف لو حصل يعني نعرف النزيف فيه ونسيطر عليه نعم لأي سائل تاني بين شفاته عنداش مشكلة لو حصل قدر النزيف من سيطر عليه بوسائلنا برضو إن شاء الله بإذن الله عالم الصحة عالم واسع وبحوره كبيرة جدا وكان من أهمها بحر الجرح ومشاء الله عليك يا دكتور حضرتك النهاردة وضحت لنا باستفادة الفرق ما بين جراحة المناظير وأنا كامرأة بفضلها طبعا لقدر الله لو أي سات تعبانة تفضل دايما تاخد القرار لجراحة المناظير وفي نهاية الكلام أحب أقول بس نصيحة لكل أم إحنا دلوقتي كنا في ضغط شغل كنا بنتمنى أجازة يوم نقعد فيه في أسرتنا نقعد فيه مع أولادنا نحاول نتكلم معهم دلوقتي إحنا عندنا أجازة فبلاش نبص للجانب السلبي بس ممكن نبص للجانب الإيجابي إن أنا قدر أتكلم مع أولادي إن أنا أعلمهم الوقت اللي أنا فيه دا لو كنت عايزة أعلم ابني حاجة عن صحته هيستفدها للوقت اللي أنا فيه دا لو أنا عايزة أعرفه إن الأكل دا مفيد هيستفدها لو الأكل دا ضار هيستفيد هيسمع لي لأنه عارف إن الوقت دا فيه اطراف الصحة حاسس بالمشكلة اللي إحنا فيها طيب أنا أقدر إن أنا دلوقتي أعلمه السلوكيات المفيدة اللي أقدر أخليه لما يرجع مدرسته أو يرجع الاختلاط بتاع المجتمع يقدر إن هو يتحلى بيها يقدر إن هو يفيد المجتمع ابني دلوقتي أنا أقدر إن أنا أعلمه بكل بساطة يعني إيه سحة يعني إيه صحتي تكون تاج على راسي يعني إيه إن أنا حافظ على زميلي يعني إيه أنا ممكن بكل بساطة أضر مجتمع كامل زي ما تفضل الدكتور عبد الرحمن وشرح أهمية العزل الاجتماعي وبإهتمامي بصحتي واهتمامي بنفسي أقدر أفيد مجتمعي الجامل وأبنيه على كتافي في نهاية حلقتنا نحب نشكر الدكتور عبد الرحمن شكرا جدا يا دكتور وإن شاء الله ننتظرونا في حلقات جديدة في سلسلة الدكتور عبد الرحمن ونماذج مشركة وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته